اشتركوا في القناة في الحال يمكن اسمعتوا التهويلات اللي صارت يعني هو يوم الجمعة رح يكون اسمعتوا التهويلات لانه اساسا الحافظ مش فاهم بعرفش هو يعني خسوف وشو يعني كسوف ولكن في بعض الاشخاص ماخذينها تجارة عشان ينفهم موضوع الخسوف والكسوف والامور هاي هاي حسابات دقيقة جدا واللي بقوم على حسابها مش انا يعني اجا ولكو انا والله مسكت ورقة وقلم وحسابت وطلعت وحطيت نظور صغير هيك وصرت اتفرج منه وارصد حركة الكواكب ومش عارف ايش والبوصلة واصور وهذا عشان انا اطلع لكم بالحسابات بكون انا اكذب واحد على وجه الارض هاي حسابات تلقائيا هسا في صفحة راح افتحها من خلالها نزلت والرسمة التوضيحي اللي احنا من خلاله من حل الخسوف وان بده صير الخسوف واوقات الخسوف ومدة الخسوف يعني بدي اوارجيكو بطريقة كيف احنا بنشتغل والخسوف لا هو امر مرعب جدا ولا هو امر سهل جدا وبالدين احنا بنعرف انه الخسوف والكسوف هي ايتين ولكن الايات هاي يعني ما حدا افكر فيها احنا بكل بساطة الخسوف والكسوف ربنا جعلها نعمة انه بصير في السنة مرتين خسوف ومرتين كسوف عشان احنا نحدد الاشهر بالضبط لانه واحد منهم اللي هو الكسوف بصير في بداية الشهر اللي هي بداية ولادة الهلال ومن خلاله منحدد بداية الاشهر منرجع من رتبها اذا مثلا بالنظر ما زبطت معنا في شهر قدمنا يوم ترى ارجعنا يوم الكسوف بخلينا نثبت بداية الشهر الان الخسوف بيجي في منتصف الشهر اللي هي في اكتمال البدر فعشان هيك بتصير المرحلة لتحديد البداية والوسط فتلقائيا ضبطنا تواريخ السنة بشكل صحيح حسنا انسونا من اللي بيجوا تبعين النسي وسبع سنوات ولازم ترجع عشان للصيام ورمضان كان في الصيف وفي الربيع ومش عارف ايش وهالكلام هذا كل ياته احنا مش بصدده لانه كله كذب أساسا فانا مش بصدد اني اعلق عليه الموضوع اللي احنا منحكي فيه موضوع علم علم قائم بحد ذاته كل اشي مبني على هذا العلم بعلم الفلك فموضوع الخسوف اللي رح يصير المرة هاي طبيعة الحل هم يالوا انه هذا الخسوف ما رح يمر زيه من خمسمائة وثمانين سنة وهذا العظيم اللي رح يخرب الدنيا ويدمر الناس ويعمل زلازل وفيضانات وامور زي هيك وناس اخذتوا باستخفاف الخسوف خسوف عشان نخسف أمورنا نخسف الماضي نخسف العلاقات العاطفية نخسف الله ريته هو فكله هذا كلام فاضي الخسوف هي دلالته بسيطة له تأثيرات تأثيراته بتيجي قبله بثلاث أيام بتأثر على الأبراج وبعده بثلاث أيام ذروتها بتيجي هي فترة حدوثه يعني فترة وجوده مثلا دخل على برج الثور اقترب للمواجهة أو للمقابلة فعلى طول الخط احنا بنبلش تأثيراته من بداية دخل برج الثور بننتقل القمر على الجوزاء لأنه جاي تقريبا في أواخر درجات برج الثور اللي هي درجة 27 فعشان هيك بصير التأثيرات جاي على هذا المكان بضغط على هاي النقطة فبعديها وقبلها بدهم يتأثروا في هاي الأمور عشان هيك أنا حبيت أني أعجل في موضوع الحلقة هاي عشان ألحق أنا لأنه من أشهر أنا شايفي ناس من شهر وشهر ونص بنزلين حلقاتي بتحكي عن الخسوف يعني كأنه القيامة والخسوف كل سنة بصير يعني والخسوف كل سنة بصير مرتين مرتين وبعد مرات ثلاث مرات بلحق على شيء في سنوات أجه ثلاث مرات ومرتين يعني خمس مرات القسوف والكسوف صار في خلال سنة لا صارت قيامة ولا قامت الساعة ولا نخسفة الأرض ولا غرقة الدنيا صحيحة بتتزامن أنه في يعني أشياء لها علاقة بالعنف بتصير ولكن أنه مش لها الدرجة يعني خلينا بلاش أنا أطول عليكم بالبداية خلينا ندخل ونحكي شوي عن هذا الخسوف اللي طويل اللي من سنة الالفين وواحد للالفين ومية ما في خسوف وصل بحده بطوله يعني هو الخسوف الوحيد اللي بده يوصل لست ساعات ودقيقتين وهو من بدايته اللي هي من بداية الضل احنا منسميها لنهاية الضل هي مدتها ست ساعات ودقيقتين أما بالنسبة للخسوف بالرؤية بالعين فأنت بتشعر فيه مدته ثلاث ساعات وثمانية وعشرين دقيقة وثلاثة وعشرين ثانية هاي هي إحصائيات وبالنسبة لإحصائيات الخسوف اللي كان أقل منه طول كان في الالفين وثمانطاعش يعني أقل منه تقريبا يعني هو كان مدته تقريبا بحدود ساعة وثلاثة واربعين دقيقة طيب هذا الخسوف هو خسوف جزئي رح يغطي يظلوا بآخر حالاته اللي هي بالمقابلة الكاملة يعني ثمانية وتسعين في المية فعشان هيك بنجد أنه اللون بصير بميلة لون الأحمر تقريبا يعني بغمق لون القمر بصير لونه ضارب على الحمار شوي هيك بالنسبة للخسوف الجزئي عادة يعني ظل الأرض ما بيجي عليه بالكامل بظل جزئية منه منيرة فعشان هيك بيجي تدرج هذول عشاق الفلك اللي بيحبوا يصوروه ويراقبوه ويتابعوه هم أكثر ناس بيحبوا هاي الأمور طيب متى يمكن مشاهدة خسوف القمر خسوف القمر أول إشي بما أنك أنت رح تشوف القمر طبعا إحنا في منطقتنا اللي هي الشرق الأوسط أفريقيا انسوا الموضوع لأنه إحنا مش عنا جزء من أوروبا مش ما رح يشوفوه ممكن جزء من أوروبا يشوفو اللي هو جزء الجزء اللي هو يادوب عشرة في المية خمسة عش في المية من تغطاية القمر وخصوصا اللي إحنا عنا بتكون ساعات الصباح عندهم ليل لأنه هذا الخسوف رح يكون تقريبا بتوقيت يعني نحكي الذروة إحنا اللي هي ممكن رؤيته اللي هي ساعة سبعة وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت بالنسبة للأردن يعني ساعة تسعة وتسعة عشر دقيقة الشمس طالع يعني الشمس هي اللي بتأثر على القمر الدول اللي بتكون في هذا الوقت بتشوف القمر هي اللي بتبلش تشوف الخسوف الآن في خارطة رح أعرضها نعرض عليها هاي الدول وإيش هي طبعا بالنسبة لبداية الضل للخسوف هو ساعة ستة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيج بيبدأ مراحل إنك تشوفه الساعة سبعة وتسعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني زي ما حكينا تسعة بنزيد ساعتين بتوقيت الأردن بيصل الحد الأقصى للخسوف الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة وبيستمر للتسعة وأربع دقائق هاي مدة الأوج إحنا منسميها بتوقيت جرينيج بتنتهي الذروة بيبلش يضعف الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة بتوقيت جرينيج بانتهي نهائيا خلاص بيختفي ساعة 12 وثلاث دقائق ظهرا بتوقيت جرينيج يعني إجمالي مدة الخسوف من بداية إلى نهايته حكينا ست ساعات ودقيقتين ماشي خلينا النط هيكي جو الكمبيوتر عشان احنا نشرح الكوياها بطريقة يعني أحسن خلينا هيكي أيوة هيكي محلا البرنامج طبعا برنامج زيت زي اي اتي هذا برنامج مجاني موجود على موقعهم بس اكتب انت زي اي تي اللي عنده كمبيوتر ما بعرف اذا فيه منه على الموبايل بس انا بعرف انه على الكمبيوتر تدخل عليهم بتنزل البرنامج مجاني من عندهم فيه للتعريب موجود في نفس الموقع فيه واحد شب عراقي قام بترجمته حاطينهم رابط الترجمة بتنزل ملفات الترجمة وبشرحولك كيف تستخدمها تستخدم البرنامج زي ما انا بستخدم وانا بستخدم الفري يعني انا بهمني بس الخطوط انا فتحت هاي مثلا التاريخ عندي هايو تسعة تاش مش واضح خلينا اسحب الكوياه هيك ايوه طيب تسعة تسعة احداش الفين واحد وعشرين الساعة تسعة وثلاث وثلاثين دقيقة يوم الجمعة ماشي طبعا احنا بالنسبة لهذا البرنامج بعطينا هايو اساسا تحت هايو هايو هم بسموه كسوف جزئي هو خسوف جزئي تسعة تاش نوفمبر الفين واحد وعشرين الجمعة هايو الساعة احد ودقيقتين واحد وخمسين ثانية اللي هو الاوج وطبعا فيه الكسوف اللي هو فيه اربعة ديسمبر راح نحكي فيه وقته ان شاء الله عشان نشرحه طبعا فيه المقابلة هايها الشمس هذا عشان اشرح لكم هاي النقطة عشان نعمن المعلومات هذا خط الارض ماشي هذا الشروق منطقة الشروق وهاي منطقة الغروب الان هاد هيك منطقة السماء اللي انتي اساسا الوقت الحالي يعني بوقت ما تفتح البرنامج هيك هذا وقت الحد الارض من الشرق للغرب وهاي قبة السماء ماشي هاي المنطقة الثانية من الجزء الكرة الارضية اللي هي المنطقة اللي بتكون ليل الان احنا الشمس بتكون عنا في فترة الضحى بوقت الكسوف بيكون فترة الضحى الظهر هيا بالمنطقة هاي يعني تقريبا يعني قبل الظهر بشوي هو بيجي يعني نص ساعة فهو في فترة الضحى ما في عنا قمر في منطقة العقل آسيا كاملة ما في قمر القمر غارب كيف خصوف بده يؤثر علي وهو غارب عني ماشي فهي الشمس اعطت خط اللي هو بنفسه جياد اتصالها مع القمر اللي موجود غارب عنه يعني مش موجود في سماء الوطن العربي هاي سماء الوطن العربي الشمس هيها يعني انا لو ما اوقف اشوف بدي اطلع من السماء بلف الخارطة الفلكية بالشروق خلاص هيك الشمس موجودة بده اشوف كواكب ثانية على حسب مكانها على الخارطة الفلكية بميل معها وبحدد وطلع اه والله هي على حسب الخارطة الفلكية مكانها هيك معناته هذا الكوكب الفلاني هاي نقطة بس عشان انتوا تكونوا فهمين الصورة بشكل جيد انه كيف احنا منحدد انه اساسا البرنامج محددها اه انا بالنسبة لي لاني بتابع موقع عالمي هسا رح نفتح عليه ورح اورجيك وياه الموقع رح تنصدمه يعني انه معقولي انتوا الجماعة الفلكيين والجماعة اللي بيشتغلوا بعلم بتجتمعوا بنفس بنفس المكان بنفس الهد هسا بتشوفوا عشان تعرفوا اللي بيجي بيقول لك اه موقع مش عارف ايش حكا مش عارف شو طي خلينا ننقل على الكمبيوتر زبطت الصفحة اه طيب خذوا لكم هل معلومات اول اشي هذا بيحكي عن الخصوف اللي رح يصير تسعة عشر نوفمبر اوقات الخصوف اه اه هي اه اي ساعة وبدايتها ذروتها الخارطة الفلكية تبعتها طبعا بيحدد اليو تي واليو تي هدولا اللي هي الاماكن اللي رح يتركز عليها اليو فور اللي هي اساسا بيبدأ من البداية من الايست وهي المنطقة اللي رح يصير فيها الوجود القمر اساسا في فترة الخصوف عملية انه قديش ما بين البي فور والي وفور هسا كلها هاي رح تفهموها بس انا حاب انزل لتحت هيك عشان تشوفوا احنا طلعوا لي على الكلمة هاي شو الموقع اسمه اسمه ناسا انا ما بأخذ اي معلومة الا من موقع ناسا عشان هيك ما في مجال اني اشك لا انا رسمت الخارطة ولا انا سويت الخارطة ولا العلاقة في الموضوع وحي موقعهم هذا عنوانه يعني اي واحد بدخل بطلع ما هي وما عطيني انه اه على البي ون بيكون مثلا على الساعة ستة ودقيقتين اليو تو المسافة تبعها البي ون اه هيها ماشي انه من عندها بتبلش الضلال انه ببلش الضل تبع الخصوف اليو ون بعديها اللي هي المرحلة الثانية اللي هي الساعة سبعة وثمنتاش واحد واربعين ثانية يعني باجزاء من الثانية بحسبها بعدين على اليو فور اللي هي هاي المنطقة ببلش من عندها الساعة عشر او سبعة واربعين دقيقة واربع ثواني بعدين على البي فور اللي هي او اجتبعها اللي هي المنطقة اللي هي تدريجية يعني هاي المنطقة اول اه كليبس اه بيزابل هاي المنطقة اللي رح يكون فيها اللي هي امريكا واستراليا والمناطق هاي بلف من الجهة هاي هيك هاي المناطق اللي اه بدو بنشاف فيها الخصوف كامل كلي يعني بكونوا فيه بشوفوا كل الخصوف اللي هو 98% من الخصوف اللي هي المناطق هاي اللي في منطقة امريكا الجانوبية اللي هي البرازيل وهدولا بشوفوا اللي هو بنسبة مثلا اه 85% 80% كل ما اقتربنا لهاي المسافة كل ما قلت نسبة اللي بشوفوه طبعا هنا هاي مور رايز اللي هي منطقة الشروق وميون ست اللي هي منطقة الوروب تبعت تبعت القمر منطقة الشرق الاوسط هايها منطقة الشرق الاوسط اسيا وجزء من افريقيا هي نهار كامل في هاي المنطقة ممكن في اخر المناطق من الجزائر ومن المغرب العربي بتكون ساعات الصباح عندهم قبل الفجر بشوي ممكن يلحقوا يشوفوا جزئية من اختلاف اللون ولكن ما بشوفوه كخصوف لانه هون المنطقة الجزئية المنطقة هاي اللي هي من المحيط من اه المكسيك والبرازيل وهلي المناطق ببلشوا يشوفوا برضو جزئية منه وبعدين امريكا هي المنطقة هاي بتحديدا هي اللي راح تشوفو بشكل واضح تماما شفتوا كيف احنا منطلع القصوف والكسور يعني مش هالامر المعقت او اللي بنقدر نقول عنه اه انه مرعب او انه والله معلوماتي انا حسبت عليها ونظرت ورصدت وعملت احنا كلنا من اعتمد على مواقع عالمية بس هي الشطارة انه انت تبقى دارس الفلك صح عشان تعرف شو المصطلحات الكلمات العبارات اللي بتنكتب وتعرف تحللها بشكل صح طيب بالنسبة لخصوف القمر خصوف القمر في هاي الحالة اه طبعا بتتأثر عواطفنا فيه بشكل كبير لانه هو بكون بدر فبما انه بدي صير الخصوف معناته اه هو اساسا اه في حال البدر بيصير مد في السوائل يعني بصير مد في البحر مد في سوائل الجسم فعشان هيك عواطفنا بتكون بأوجها غضبنا بكون بأوجه انفعالاتنا بتكون بأوجها اه في هاي اللحظة بتصير في نوع من انواع الفوضى في فترة الخصوف اه اه بتأثر على عواطفنا اه اما انه بتعمل فوضى حياتنا او بتتضح الرؤية بالنسبة لانه يعني اتخاذنا للقرار يا فوضى كاملة وبتخلينا نتخذ قرارات يا بتتضح الرؤية بدون فوضى ومنتخذ قراراتنا بالفترة هاي ممكن انه كل الموضوع اتخاذ القرارات هو بالاتجاه العاطفي اه ونتخذ قرارات افضل من سابقتها بتكون لصالحنا طيب الان اه هذا الخصوف له تأثير على الابرج بمجالات متغيرة على حسب اه كل برج واش هو اه طبعا اول شي احنا رح نحكي عن برج الحمل واللي طالعهم حمل في من ايش يحذروا من اضرار الخصوف ماشي لانه هو بركز على نقاط معينة بما انه موجود بالثور هي نفس التوقعات اليومية ولكن انه رح نزيد عليها شوي انه النقاط الاساسية اللي بتكون انتبهوا لالها الموليد الحمل واللي طالعهم حمل بدهم يحذروا في اي خطوة لها علاقة بالامور المالية وبدهم ينتبهوا من سرقة او ضياح حاجياتهم اه او اه اوراق ثبوتية اشياء مثل هيك اه يعني اشياء بتهمهم ممكن يفقدوها بالفترة هاي بدهم ينتبهوا للامور المالية ومقتنياتهم بالنسبة لموليد برج الثور بدهم يحافظوا على مصالحهم بدهم يحذروا من اتخاذ اي خطوة جديدة يعني بدهم يمتنعوا فترة الثلاث ايام ما قبل وما بعد بدهم يعني هيك يشحطوا بركات ما ينفعلوا بشكل كبير لانه الخصوف هو في اخر درجات الثور صحيح ان احنا شملنا الثور كامل ولكن هم موليد سبعتاش سبعتاش ستتاش سبعتاش تمنتاش هذول اكثر ناس بدهم يديروا بالهم من الخصوف لانه هو راح يكون على درجتهم وخصوصا الاشخاص اللي في امريكا هذول اكثر المتضررين لانه عليهم بالضبط بكون الخصوف بالنسبة للجوزاء بدهم يحذروا من اي مؤامرة تحاك ضدهم بالخفاء يعني بدهم يكونوا صحيين ما يخلفوا القوانين ما يجازفوا ينتبهوا لصحتهم وبنفس اللحظة بدهم ينتبهوا على الاشخاص اللي ممكن يعني يمسكوا نقطة ضعف ضدهم يفسدوا عليهم يحكوا لهم مؤامرة يحاولوا يتآمر عليهم فهذولا بدهم ينتبهوا من هاي النقطة بالنسبة لموليد برج السرطان بيواجه متاعبهم يعني اغجل متاعبهم بتكون مع الاصدقاء فعشان هيك يبدهم ينتبهوا من خيانة صديق او انتهاء قطاع تنقطع علاقة ما بينهم وبين صديق برضو بدهم ينتبهوا من مشاكل او فرض السلطة على الاصدقاء بالنسبة لموليد برج الاسد بدهم يحذروا في علاقاتهم مع المسؤولين بالنسبة لهم هذا بيت السمعة بدهم يحذروا من تشويه السمعة او التآمر عليهم او اشخاص يحاولوا يشوهوا سمعتهم من مخالفة القوانين والمجازفات والمغامرات بدهم برضو ينتبهوا من هاي النقطة اما بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا انا كاتبها قبالي عشان ما تقولوش ليش بتطلع تحت لانه دايما مننسى موليد برج العذراء او مننسى النا برج فكتبتني اليوم نوت عشان ترتاحوا بالنسبة لموليد برج العذراء بدهم يحذروا على الطرق خاصة في السفر البعيد اذا عندهم سفر بعيد بدهم ينتبهوا بالمواضيع القضائية بدهم ينتبهوا لانه تتحول القضية ضدهم مش لصالحهم بالدراسة الجامعية اذا عندهم امتحانات عندهم مناقشات ما يعتمدوا على الحضوض نهائيا بالمراسلات ممكن تتأخر او يصدر فيها بلبلة علاقاتهم مع الاجانب او اشخاص مقيمين خارج البلاد برضو بتتركز على هاي النقطة بالنسبة لموليد برج الميزان بدهم يحذروا في شراكاتهم المالية لانه هذا البيت الثامن لهم فعشان هيك الاموال المشتركة الامور البنكية اموال الزوج الزوجة ممكن يتحاسبوا يفقدوا اموال مش لهم سرقة ما يكفلوا حد ما يضمنوا حد بالفترة القادمة نهائيا لا كفالة لا ضمان لا دين لا هاي بدكوا تنسوها هاي الامور ما تركزوا عليها يعني لانه ممكن ما ترجع هاي الفلوس بالنسبة لموليد العقرب العقرب واللي طالعهم عقرب في امور لها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وعلاقتهم بشركائهم بالعمل او مع الازواج او اللي خاطبين او يعني الشراكة اجمالا هذولا بدهم ينتبهوا من فرض السلطة كلمات مثلا ما تنفهم بشكل جيد تصير مشاكل حوارات مشادات كلامية العلاقة بتكون شوي يعني فيها مواجهات بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القوس علاقاتهم مع زملائهم في العمل بدهم ينتبهوا لأعمالهم ما يقدموا عمل قبل ما يتأكدوا منه فلاش يكون ناقص مثلا او وراقه مش مكتملة انت مش انتمموا بالكامل يعني بدك تكون دقيق كامل وانتبه برضو اثناء تعاملك مع زملائك الاهم انه ما تجازفوا على المستوى الصحي برضو لانه هو يعتبر بيت العمل والصحة فبدكوا تنتبهوا على صحتكم لانه طاقتكم بتكون ضعيفة جدا بهاي المرحلة بالنسبة لموليد برج الجدي علاقاتهم بتكون مع احبائهم اولادهم اباؤهم بدهم ينتبهوا برضو من سوء تفاهم فرض السلطة نقاش حاد تكبر المشاكل يكتشف شيء يتخذ قرارات انا ما بنصحش اتخاذ القرارات بالفترة هاي خلي علاقاتكم شفافة بدون اي عصبية او حدية بالنسبة لموليد برج الجدي وطبعا البيت الرابع لالهم بدهم يحذروا بالامور العقارية امور العائلية الامور اللي لها علاقة بالبيت مشاكل مشهدات كلامية خلاف يظهر شيء بشكل مفاجئ يصدمكم ما تتخذوا برضو قرارات ممكن تصير بعض الاعطال المفاجئة داخل البيت وهذا الاشي رح يسبب نوع من انواع الازعاج اما بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا بيتهم الثالث بدهم يحذروا طبعا تحذيرات اول شيء يحذروا في امور السفر القصير داخل المدن بين المدن ما في مجال للسرعة ما في مجال للتهور الفترة هاي بدك تكون حذر مركز بشكل جيد لانه ممكن تفقدوا البوصلة تبعتكم في التركيز فبكون تركيزكم في ادنى مستوى فممكن تسرح او تفكر في موضوع وبعدين الامور ما تكون لصالحة وبرضو بدكوا تنتبهوا اثناء تعاملكم مع الاخوة مع الجيران بعلاقاتكم ما في داعي للمشاكل او الحدية او الانفعالات واللي عندهم امتحانات بالفترة هاي خصوصا طلاب المدارس بدهم ينتبهوا ويركزوا ويدرسوا اكثر من مرة لانه بتكون قدرة الاستيعاب او تركيز ضعيفة فعشان هيك بتكون فترة صعبة عليهم بدهم يحذروا ما يعتمدوا على الحضوض نهائيا هيك منكون يعني ان شاء الله اني انا اه وفيت بوعدي وشرحتلك هي شرح كامل اه اذا عجبك طريقة الشرح هاي فاكتب لي بالتعليقات انتقدت اه شيء معين اكتب لي بالتعليقات اه شفتني اخطأت بشيء وضح لي ولي انتي اخطأت بالنقطة الفلانية انا بعدلها اه ما عندي اي مشكلة المهم انه ان شاء الله اني اكون وصلت الرسالة ووفيت بوعدي اني انا راح اسجل لكم الحلقة ونزل لكم اياها باسرع وقت اه شكرا لكم جميعا شكرا لسعة صدركم كنت حملتوا كل هاللغلغ والبرم الكثير اللي انا حكيت فيه اه شكرا اه للداعمين والمنتسبين في القناة ولكم والمشاركين واللي بشاركوا واللي بكبسوا لايك واللي بسبوا علي واللي بكتبوا ديس لايك واللي بكلكو كلكو شكرا جزيلا لكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم من قصوف القمر اه يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الاللقاء سبحانك اللهم بشأنه اشهد انت في رعاية الله وحفظه اللهم بحمدك اشهد انتقالوا في رعاية الله وحفظه انتقالوا في رعاية الله وحفظه للمشاهدة شكرا